المحكمة الدستورية النمساوية لعودة السوريين إلى دمشق ممكنة يمكن ده كان مجموعة من الأشخاص كان على رأسهم شاب سوري خد قرار رفض رجع استأنف المحكمة الإدارية اديته رفض بعد كده رحل المحكمة الدستورية وبعد قرار محكمة الدستورية ما فيش ساعن غير قابل للطعن وكان على غراره برضو كان فيه سيدة سورية قدمت وواحد أفغاني برضو وكله أخذ رفض وهم بيعتمدوا في المحكمة الدستورية بتعتمد على الوضع الاقتصادي في الدولة والوضع الأمني في أي دولة فاعتقادك أو تتوقع بعد مطالبة النمسا بعملية تجديد الترحيل أن تكون الأيام القادمة هناك قرارات حاسمة صارمة خاصة بالترحيل لا رجعت فيها نعم بالمطلق سيد الكريم هذا القرار هذا الخبر الذي نشر اليوم والذي صدر اليوم عن المحكمة الدستورية النمساوية أن دمشق تعتبر آمنة ولكن شوف هل فعليا نحن خلينا نبدأ وحدة وحدة بداية دمشق آمنة نعم دمشق آمنة ولكن لعبيد الأسد لعبيد النظام السوري ليست آمنة لكل من يعارض هذا التنظيم وهذا النظام الإرهابي وبالتالي أن كل من جاء من دمشق ولا يملك قضية واضحة واضحة كان متظاهر كان معتقل بالضبط هو معارض حقيقي وعنده سجل بهذا الشيء اللجوء بالنسبة للسوريين هذا عنوانه هلأ كل سورة عم يسمعنا يعرف عنوان إلغاء اللجوء ليس إلغاء اللجوء عفوا عنوان رفض اللجوء هذا هو حتى اللي عنده اليوم إقامة سنة أجدد وأكرر اللي عنده إقامة سنة خاصة من مناطق دمشق حلب والمناطق التي يسيطر عليها النظام السوري لا لا نظام السوري تحديدا الأكراد يعني لسه إذا عندك إقامة سنة لازم تندمج لازم تعمل لازم كذا لأنه غالبا لن تجدد الإقامات إلا إذا كان عندك فعليا اندماج وعمل حقيقي ووضع خاص انتبه جدا أما بهذا التفصيل هذا القرار طبعا طبعا الأستاذة نيفين أنا كلمتها اليوم هي كانت المكتب كلامهم المحامين الخاصين بهذا الشاب يعني وفهمنا منهم أنه كانت ملفه معقد جدا بصراحة وفيه كتير تفاصيل لن أبحر بها أنا صراحة أتمنى هذا الشخص أني أدعوه يكون موجود معنا بحوار نحاول نفهم منه أكثر الشخص المعني ولنشوف شو إمكانية استجابته فبتقل لك المحكمة إنه هو ما عنده مشكلة مع النظام كانه يدفع بدل جيش وما يختم مع الجيش وأهله عندهم مصاري ومتمكنين ماليا وما عندهم أي مشاكل فبالتالي قالت لك المحكمة الدستورية يعني هي أعلى محكمة أعلى محكمة أستاذ منضوح على مستوى النمسا أم المحاكم هلأ المرحلة المقبلة هو المحكمة المحكمة العدل الدولية المحكمة العدل والقانون شو بيقلك هون شو بيقلك هون بيقلك بسوريا لا تعتبر آمنة لا تعتبر آمنة إلا إذا كان هناك تغير 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 بالنظام انتقال سياسي ولا ولا يوجد أي انتقال سياسي ولا يوجد تعويم للنظام السوري حتى الآن على المستوى الأوروبي صحيح أن النمسا تطالب بتعويم النظام تفكي عادة تفكير بالعقوبات المفروضة على النظام السوري ولكن لم تسمى اليوم أن نظام السوري يمثل الشعب السوري ويمثل الجميع وبالتالي ما قامت به النمسا هي خطوة متقدمة جدا وأنا أعتقد أن هذا الشاب في حال لجأ إلى المحكمة الأوروبية محكمة العدل الأوروبية سيخص طعام وسيعني بالنسبة للنمسا دي أعلى محكمة في النمسا هي المحكمة الدستورية بما يخص النمسا ده كان هو ده كان أسف